أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أحلى الشرع الشريف وما أجمله حين يرتب أحكاما تصلح للأحياء والأموات ما أجمل الشرع الشريف حينما يراعي الإنسان حيا وميتا ذلك الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم هذا التكريم إنما يشمل الإنسان حال حياته وكذلك عند موته وحال وفاته في حال موت الإنسان نجد الشرع الشريف يوجب للميت أحكاما وأشياء قبل دفنه من هذه الأشياء تغسيله من هذه الأشياء تكفينه من هذه الأشياء الصلاة عليه فالصلاة عليه أمر مفروض هي ما تسمى بصلاة الجنازة صلاة الجنازة هذه التي نصليها على الأموات ليلة نهار وصباح مساء هذه الصلاة لها أثر يتعلق بالميت وكذلك لها أثر يتعلق بالحي أيضا فهناك نفع للميت ونفع للحي من وراء هذه الصلاة صلاة الجنازة في مجملها تدور حول الشفاعة تدور حول الدعاء للميت لو تأملنا مفردات هذه الصلاة هي عبارة عن أربع تكبيرات بعد التكبيرة الأولى نقرأ الفاتحة وفيها دعاء بعد التكبيرة الثانية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا دعاء بعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت وهذا هو أصل الصلاة ثم بعد التكبيرة الرابعة ندعو للميت ولسائر الناس أمواتا وأحياء هذه الصلاة جعلها الشرع الشريف سببا من أسباب الشفاعة للميت ولذلك أوجبها الشرع الشريف وجعلها من الفروض هي من فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط الطلب والإثم عن الباقي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أربعون مسلما يعبدون الله عز وجل لا يشركون به شيئا إلا شفعهم الله فيه هذه الصلاة هي دعاء الصلاة في اللغة الدعاء تلك الصلاة عبارة عن دعاء ندعوه للميت عبارة عن شفاعة عبارة عن رجاء نرجو فيها الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنه أن يعفو عنه أن يسكنه فسيح جناته ثم تأتي رواية أخرى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرويها مالك بن هبيرة يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول ما من ميت يصلي عليه ثلاثة صفوف ثلاث صفوف كصفوف الصلاة الطبيعية العادية إلا أوجب يعني وجبت له الشفاعة أو خفف عنه بسبب ذلك يقول سيدنا مالك فكنت أو يقول الراوي عن سيدنا مالك فكان مالك إذا استقل عدد المصلين يعني صلاة الجنازة ممكن يصليها شخص واحد ويسقط بها الطلب أو وتسقط بها الصلاة يقول فكان إذا استقل العدد صف الناس ثلاثة صفوف ثم من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه حتى لو كان الصف غير مكتمل يعني لو افترضنا أن هذه الصفوف الثلاثة تأخذ ثلث الصف فقط مع ذلك فإن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يعطي من في الصف الثاني ومن في الصف الثالث ثواب من يصلي في الصف الأول الذي يصلي في الصف الأول له منزلة كما جاء في الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه يعني يجروا قرعة على من يفعل ذلك لا استهموا عليه قال غير أن صلاة الجنازة يراعي الشرع الشريف فيها أن الصف الثاني كالصف الأول والصف الثالث أيضا كالصف الأول إن هذه الصلاة مع ما فيها من ثواب ومنزلة ورفعة للحي إلا أن لها أثرا يلحق الميت هذا الأثر يتعلق بالدعاء له يتعلق بالشفاعة له يتعلق بالرجاء إننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنه إننا نرجو الله سبحانه وتعالى أن يقبله عنده أن يتجاوز عن سيئاته إن هذه الصلاة إنما تبدأ بقراءة سورة وهي سورة الفاتحة ثم بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك تقدمه في ذلك أننا نأخذ بسبب من الأسباب التي بها يستجيب الله عز وجل الدعاء ثم يأتي الدعاء في المرتبة الثالثة الدعاء للمتوفى ثم بعد ذلك يأتي الدعاء للميت ولغيره من أجل أن تكون الصلاة في أولها قراءة للقرآن الكريم وصلاح على سيدنا رسول الله وفي نهايتها دعاء للخلق أجمعين وإذ بالدعاء للميت في المنتصف فهذا رجاء وهذا سبب من أسباب قبول الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم موتانا وأن ينزلهم منازل الصالحين والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبعباده رؤوف رحيم إلى لقاء آخر السودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته